في إرسالة الكهف آية 103-104 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم احنا اخترنا الآية دي بالذات لإني ارتبطت بحياة الناس ارتبطت بحياة الناس الناس اللي هم دائما أبدا بيحفظوا على سنة وعلى معنى من معاني قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة وإن سورة الكهف مرتبطة كثير جدا بالحياة لقصص التي وردت فيها والخاتمة والأسرار التي في خواتيم سورة الكهف كل ده خلانا وده أحد معايير اختيارنا للآيات اللي احنا بنتكلم عنها إن الآيات تكون مشتهرة وإن الآيات يكون دار حولها مش بس خلاف لكن دار حولها حول فهمها خلاف لقدر كمان فهم مغلوط في بعض الأحيين بيؤثر تأثيرا سلبين على مجتمعات نعم معنى الآيات الله سبحانه وتعالى يتكلم على مسألة كيف أن الذين كفروا الذين وجاهوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا بعض أعمالهم الذين يعملونها هي أعمال حسنة وهم في الحقيقة يفسدون الحياة فهذه الآية في الحقيقة تبين شيئا يتعلق بالذين كفروا ولكن نحن في الحلقة الماضية تكلمنا على شيء مهم جدا إيه الشيء اللي احنا تكلمنا عنه هو ما يسمى بالدلالة المستقلة هل يمكن أن نأخذ عبرة من القرآن الكريم ونتعامل مع بعض الآيات على أنها مستقلة عن الكلام عن هذا السياق الكلام عن الكافرين يعني مثلا ممكن تبقى آية أسفني بقى تهاريتك بس تفسر أكتر يعني آية ممكن تبقى تكلم عن موقف معين في وقت معين في غزوة معينة مثلا خلاص دي هي فعلا نزلت في الغزوة دي أو في الموقف يعني بس دا مش معناه أنه إحنا في العصر دوت وفي العصور القادمة كمان وفي الأزمنة القادمة ما نستفدش منها ونتعلم منها لأن القرآن كتاب هداية بس اللي يعمل كده هم العلماء ليه طيب؟ لأن بعض الأحيين بييجي بعض الناس يجعلوا الآيات التي نزلت في غير المؤمنين يضعوها في المؤمنين فيضعوا الآيات التي نزلت في الكافرين في حال المؤمنين فيحصل لنا الرعب ويحصل لنا الرعب هنا هنا بقى مسألة الضلال هنا هي المحور في هذا الكلام الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو دوة كلمة الضلال هنا هي المحور في هذه الآية والضلال في القرآن يأتي بأشكال كثيرة خلينا نقول قبل ما نتكلم بعد ما فصلنا الآية أن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم على أن الكافرين وهم يحاولون منع نور النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الخير عن العالمين كانوا يظنون أنهم يحسنون يظنون أنهم يحسنون وهم يمنعون هذه الأنوار وهم في الحقيقة يمنعون الخير ويسعون في الأرض فساد ترجمة نانسي قنقر